منتخب البرتغال تجاوز مطب ويسر بفوز كبير ستة أهداف لهدف لكن الأنظار والكاميرات كانت كلها مع دكة الاحتياط بدلا من الفريق أو فريق البرتغال من أجل كريسيان رونالدو الذي لعب احتياطيا في مباراة فريقه لأسباب قال مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس أنها تكتيكية وفي صورة للدون على كرسي الاحتياط يحدق إلى مدرب الفريق يحدق أقول إلى مدرب الفريق أعتبرها المغردون أحزن لقطة في مونديا لقطر رواد مواقع التواصل علقوا على صورة كريسيان جمعنا لكم بعض التعليقات الإعلامية وصحفية إيمان طبيب علقت كريسيان حتى وإن كان في دكة الاحتياط يسرق الأضواء فقط لأنه الأسطورة حساب آخر كريسيان بهذا المستوى لا يستحق مكانة ناساسية هناك لعبون أفضل منه حسب هذا المعلق تعليق آخر لهذا الحساب الذي غرد عبر موقع تويتر ذاكرة البعض قصيرة رونالدو هو من أظهر البرتغال للعالم البرتغال قبله منتخب عدم الطموح جاء وحقق لهم بطولتين لم يكونوا يحلمون بها هو هدفهم هدف اليورو هدف التاريخي للمنتخبات لاعبي البرتغال يرددون الآن بعض من محميل أو محميل الدون كريسيان رونالدو تعليق آخر حملهم لعشرات السنين فليحمله لثلاثة مباريات وهو هدفهم التاريخي وأفضل لاعب في العالم كابتن الفريق وقائدهم ينقصه التتويج بكاس العالم لا ضرر إن جلس على الذكة في سبيل فوزهم بكاس العالم وفي الأخير هو من سيرفع كاس العالم إذا توجوا باللقب كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية فليستمتع وليفوز وهو من سيرفعها إذا حلفه الحظ نأخذ تعليق آخر أكثر صورة محزنة في المونزيال مع الأسف هي صورة كريستيانو والله ما يستهل الدون لكن في الحقيقة هو من أراد هذا الذل يا أخي مستوىك هبط قبل أكثر من سنة كافي اعتزل احترم محبيك واحترم تاريخك الكروي الكبير حساب أو يحمل اسم فلح قيمة المدرب تظهر هنا لا مجملات لا تدخلات تعيق عمله ثقة بقراره استعداده لتحمل نتيجة خاصة في المواقف الصعبة هكذا يرتقي العالم حتى ولو كان كريستيانو رونالدو احتياطيا في مباراة البرتغال والسويسرا إلا أنه أو أن فضله على منتخب البرتغال كبير جدا فهو الرجل الأول في منتخبه وهو أيقونة الملاعب لسنوات أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا حول هذا الخبر عبر صفحات الشروط الإخبار